اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في منابر اعلامية نقدر نقول لك في كل لحظة كانت تأثر بالمسألة الإيجابية والتآخر ما بين المواطنات المواطنية المغاربة وكذلك الروح الإنسانية العالية صاحب جلال نصره الله لأنه أنا منيشدك الزيارة الجرحة في المستشفى قشعرة بدنية واحسس بواحد الإحساس اللي هو رائع وكذلك مني كتشوف عاودتاني الأرقام وكتشوف الناس اللي مجروحين ما تكيت المو كيجي كتشك لإحساس آخر بالألم وكتعاودت بكي مرة أخرى هذه ماشي مثال عادي هذه كارتة كارتة إنسانية زلزل ماشي ماشي سهل الله يخفف ما نازل والله يلطف بنا في الأيام القادمة يا رب أنا لا أستغرب لا أستغرب لأنه هذا مسلسل اللي تعيشنا معه منذ سنتين أو أكثر وإحنا كنشوفه كيفاش أن فرنسا وأن الرئيس ديالها اللي بالفعل كيشكل واحد المراهق سياسي بمعنى الكلمة كنشوفه الخرجة دياله وطريقة للتعامل دياله مع ملكية أكبر منه بكثير لا تاريخيان ولا من حيث يعني اللحمة اللي كتجمع ما بين الشعب والملك دياله وما بين يعني الشعب كذلك والوحدة الوطنية دياله دونك هنا كنشوف واحد المحطات اللي انت تتبع سيها والمغاربة كلهم تتبعوها كيفاش أن الأمور أولا قضية الصحراء المغربية كيفاش كتتعامل مع فرنسا شفنا كيفاش دارت واحد بغاد فاغ فيما يتعلقوا بالتأشيرات أكثر من هذا ديرها موضوع استثمار يعني كتمشي كتوضع كتخلص كتديوا الفلوس ديال المغاربة بواحد طريقة أنا كنسميها صارقة باش في الأخر هما عارفين بأنهم غير رفضوا التأشيرة كأننا سنذهبوا إلى الجنة أنا كنقول الناس مصاب ما يبقوا يدفعوا تأشيرات لفرنسا لأنهم غاد يمشي يتلقوا مع الجيردان في باريس كنقول هذا درا كان بمحلة متحملة ولكن أنا كنعلنها وكننقولها لك وكننقول للمغاربة كاملين جدي كان مقاوم وعندنا واحد الحقد تجاه الاستعمار وتجاه المستعمير اللي ما يمكنش يزولوا لصلح ولا علاقات جميلة آه كنبغي أولادنا تدير واحد العلاقات دولية اللي هي ناجحة اللي في هاوين وين اللي في رابح رابح هذا لا يمنع من أنه تكون علاقات حتى مع فرنسا في إطار رابح رابح وفي إطار معاملة بالمثل والاحترام المتبادل أما وأن تذكرنا بأنها في يوم من الأيام كانت مستعمرة احنا غنذكرها بأنه لم نعد كما تظن وأن الأمر ديل تطاول وديل يعني انتشتي حتى كيفاش تتمس بالصمع الحقوقية ديل المغرب في البرلمان الأوروبي شفنا كيفاش أن الموضوع ديل بيغاسوس كيفاش تعامل فيه إيمانويل ماكرون شفنا كيفاش يعني تعامل مع الجالية المغربية في كثير من القضايا والمحاكمات اللي تبعنا اللي فيها علاش إحنا ديما منيك يوقع خطأ قضائي لا لاحظي مع عمر الداد ولا واحد السيد اسمته فارد شي حاجة يعني انته هو مواطن مغربي أو من الجالية المغربية علاش منيك يوقع خطأ قضائي يوقع على المغربة علاش منيك يكون تمييز عنصور يكون على المغربة يعني بزف دي الأمور اللي الناس قتعرفها وما نهضرش على الأمور التاريخية اللي هي كبيرة وكبيرة بزف بالتالي كيبان بأن فرنسا عندها عقدة من المغرب وهذه العقدة ما زال ما بغتش تعالجها من زاوية نظر صحيحة يعني بقى زاوية النظر اللي عندها قديمة المغرب تغير وتطور أكثر من فرنسا في العشرية الأخيرة ولكن فرنسا لم تغير من عقليتها ومن معالجتها للقضايا المحورية التي تجمع بينها وبين المغرب أنا تفاجأت وأكيد كنا تفاجأنا إحنا من يخاطبونها هو صاحب جلال نصر الله اللي هو الملك دينا اللي هو الملك دينا تشبق رأسنا شاء من شاء وكره من كري يقولوا عياشيين يقولوا اللي يعجبهم هذه مسألة لا تخجلوننا بل بالعكس تشرفون لأن الملكية عند تاريخ في المغرب ولأن جيبنا العز يعني في إطار العلاقات الدولية مع باقي الدول الحمد لله اللي ما عمناش إمانويل ماكرون أنا كنقول الحمد لله لو كان كان جمهورية وفيها في حل إمانويل ماكرون سأتقزز في الصباح والمساء يعني كتشوف بأن يعني واحد الحملة في واحد الوقت غير مناسب هو تيقول لك أنا أتسأل أنا أتسأل كيفاش كين هذا البوليميك يعني تقصد بي الخطاب العقيم المسيس نوعا ما شو كلك تدير هذا شي رهن توم رهن الصحافة ديالك اللي منها وقعد الزنزال والناس إحنا في واحد المأساة إنسانية وإحنا واحد الآلم وهو مخدامين علاش المغرب ما يقبلش المساعدة فرنسا واش بالسيف عن المغرب يقبل المساعدة فرنسا واش كينش حاجة كتلزمناء أننا نعطكم فرصة أنكم تمروا الخطاب اللي بغيتوا أو الصورة اللي بغيتوا أو الرسائل اللي بغيتوا القارة الإفريقية على أساس أن المغرب لا زال يحتاجوا إلى فرنسا وبالتالي كل الدول داخل القارة الإفريقية تحتاجوا إلى فرنسا واش هدو الرسال اللي بغيتوا يعني أنتم بغيتوا تسيسوا زيلزا لمصالحكم الاقتصادية التي لا زالت تربطكم بالقارة الإفريقية وصعيب صعيب أنكم تعيشوا بلما تفكروا في إفريقيا لأنكم تعودتوا أنكم تستنزفوا التروات ديال الدول الأخرى وبالتالي المواطنين أنا كنسمي هذه ماشي أنا قلبة مغربي هذه اسميتها قلة الحيا وقلة العفا وقلة الآداب باش ما نقولكش بدك الخطاب باش يسمعوني مغربة كاملة باش ما نقولكش خرق الأعراف والتقاليد ديال العلاقات الدولية وأنه لياقة ديال ديبلومايس إلا غادي نقولك هذه قلة العفا وقلة الآداب وهذا سميته سمح لي زعمها هذا سميته مرهاقة سياسية ديال واحد الرئيس اللي تعودنا على أنه تخرج في منابر إعلامية بزفع له يعني باش يكون في المستوى ديال الملوك والمستوى ديال الرؤساء الحقيقيين اللي كيشرفوا البلاد ديالهم والجزائر بحل لا تعودنا على أننا كنشوف جزائر كتدير واحد مصراحيات كتدير واحد الأفلام دائما وكتدير واحد يعني سيناريوهات اللي ما عنداش علاقها بالحقيقة طبيعة الحالية معدورة أنا في نهاية المطاف كان قولية تابعة لفرنسا وفرنسا اللي كتستعملها من أجل مقارب معلومة ومعروفة كل شيء مغربة واللو عارفين هاد الخدعة الجزائر تمشي تسعطي المساعدات المواطنين والمواطنين ديالهم لأنهم رهن في طوابير على الحليب رهن في طوابير على السميد رهن في طوابير على المواد الغذائية الأساسية بالتالي ما عندهمش يعني علاش يقدموا المساعدة للمملكة المغربية رفضوهما المساعدة ديالنا في الحرائق وكثير من المناسبات اليوم علاش لهذه المزايدة وعلاش أنكم كتحاولوا لأن الهدف لا ديال فرنسا ولا ديال الجزائر أنا كنقول هو مطبخون واحد الغاية دياله هو أنهم يديروا واحد الفتنة ما بين الشعب وما بين الحكومة وما بين الشعب والدولة على أساس يعني أنه الحكومة تترفض المساعدات من تشعر إنها يديروا نحن تحكم يديروا تشاهدوا الناس بسطة يديروا 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 ونكرروا الزنسا الحكومة كذلك في الخارج تهيئ قيمة بواحد مجهود لي هو كبير كان وجهولاته هي التحيال على التضامن والتآثم اللي كي بيقول يهود المغاربة أيضا وبالتالي رغي هادشي لتجمع دي المساعدات لو كان جات يعني أطقم جزائري يكون كلوه لنا حيث ما عندهم ما يكلوا في بلادهم هذا دراكن أدراها باش ندير شبيا دي التقارب مع مع المغاربة يعرفوا بأنه هدي الحقيقة إذا درتوا غشخش غالي تشوفوا كيفاش أنه الطوابير على الحليب والطوابير على مواد أساسية ما يجيش يتزايدوا علينا أنه غير يساعدوا المغاربة ما تخلي وشتاشي واحد يدخل ما بيننا وبين مالكنا لأن هادو الناس كيقلبوا على الفتنة للأسف وهديك الفتنة را عندهم فيها غايات وكينا عندهم فيها مصالح وهذا شي ما خصناش نساهمو فيه المغربية وهناك نقول إن الكثير كيجي دير فيها زعيم أو دير فيها جيري كيشد ميكرو وتي بدأ يهدر ما تخرشش على اللي في قلبك بديك الطلاقة وانت ما كتفكرش في واحد السياقات وفي واحد الناس اللي كيستغلوا ذاك الكلام ضد بلادك راه المصلحة العليا هي اللي كتجمعنا جميع راه عندنا واحد مصلحة علية لهذا الوطن خصنا نحافظوا عليها وبالتالي مش أي واحد رشقات ليه يخرش يبقى غيهدر هدر وفكر بأنه ركين أعداء لهذا الوطن كيستغلوا كلامك ضد بلادك وانت ما قاصدش وما زال اللي قاصد شغلوها ذاك اللي قاصد أنا يمكن غادي نعطيك دعمان ويجاة نظر في اللي قاصد أنا كنظر على الناس اللي هم عفويين كيجيو كيبقاء تيدوي وكتلقى في منابر إعلامية اللي هي دولية كي ياخدوا ذاك المقطع ولا كي ياخدوا ذاك تيدوينا كي بدودوا لا تحليل وكترجع هي الواقع وكتضرب ذاك المسار الإيجابي اللي عشنا معها وكتضرب ذاك المجهود ديال المغربية والمغاربة كامل وكتضربوا في الصفر بواحد تصريح اللي في شوية درعونة ولي في شوية ديال الطيش